اعتراف دولي وأممي متجدد بدور وحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومن واشنطن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكر لسمو الأمير على كل ما يقوم به في المنطقة وذلك خلال كلمة لترامب خلال حفل عشاء أقامته سفارة دولة الكويت تكريما لسيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب بمناسبة حصولها على جائزة المؤسسة الكويتية الأمريكية الإنسانية لعام 2017 لقاء جهود في مجال العمل الإنسانية وفي كلمته أمام الحضور الذي ضم عددا من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى جانب عدد من السفراء العربي والأجانب صلت ترامب الضوء على لقائه مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد في شهر سبتمبر الماضي قائلا إنه التقى رجلا يساعدنا حق مساعدة قوية جدا في منطقة الشرق الأوسط من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في كلمته أن دولة الكويت شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بالشرق الأوسط وأن العلاقة بين الجانبين أخذتهم بالتطور ووصف تيلرسون اجتماع سمو الأمير مع ترامب أنذاك بالاستثنائي والهم موضحا أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين تناول قضايا الدفاع والتجارة وعدد قضايا أخرى مشيرا أن الكويت استجابت لنداء ترامب التاريخية للعمل خلال قمة دياض لهزيمة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب والتطرف كما أشاد بالدول الذي لعبته دولة الكويت في البحث عن حل دبلوماسي للأزمة الخارجية وأشار بمغادرات الكويت وعطائها الإنساني في العراق وسوريا مؤكدا أنها أكبر جهة منحة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوترس في كلمته أن الكويت تحت قيادة سمو الأمير تمثل أرواع مزيج من الحكمة والكرم وأضف أن سمو الأمير يعتبر صوتا دائما للمصالحة والحوار وبناء الجسور ورسولا من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط مثمنا دوره في عقد ثلاث مؤتمرات دولية ناجحة للمنحين